هم كلمتين في السريع كده هيتقالوا مش هطلب تحط لايك او اشتراك لان مش ده المهم بالنسبة لي خالص المهم بالنسبة لي انك تقول رأيك ايضا في خانة التعليقات انا وانا بتفرج على مباراتي شيلسي ومانشستر يونيتد قفلت المباراة في الديئة 76 والنتيجة كانت 3-0 لليونيتد والساحر المغربي نجمنا المغربي حكيم زياش كان لم يشارك في المباراة حتى دقيقة 76-3-0 لليونيتد لا تعليق يا سادة مدرب فاشل لعيبة فاشلة ورغم ذلك زياش مش بياخد فرصة ليه ما تعرفش ليه اسأل لامبرد الفاشل اسوأ وافشل مدرب في تاريخ كرة القدم انا زعلان على ان موهبة زي زياش بتضمر في تشيلسي مش هعفي زياش من الخطأ لا زياش اول الخاطئين في حق نفسه عندما سمح لنفسه بالبقاء في تشيلسي الحكاية واضحة من ايام تخل ومن قبله لامبرد في ولاياته الاولى وجراهيم بوتر ورامبرد دلوقتي الحكاية واضحة زياش مالوش مكان في ظلم في مقبرة تشيلسي زياش ما عملش زي صلاح وكيفين دي بروين ولوكاكو الناس دي دفنت في الستامفورد بريدش في مقبرة تشيلسي ولكن لحوا نفسهم مشهم دلوقتي بقى لوكاكو دي بروين صلاح من افضل لاعب العالم في مراكزهم ليه زياش تعمل في نفسك كده مش عارف النهاردة لا اداة لا تكتيل لا اي شيء من تشيلس انهيار تام واليونايتد حتى الان 3 صفر مع الرقف